نبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات سباة الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إنبارح ومن أهمها عقد سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاجتماع تابع في نشاط هيئة قناة السويس خلال الاجتماع تم التأكيد على أن قناة السويس الجديدة سهمت في مضعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليار دولار سنوياً كمان مضعفة عدد السفن العابلة لحوالي 70 سفينة كل يوم كمان خلال الاجتماع وجه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة سينة البردويل اللي بتساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سينة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز سبعة مليارات دولار سنويا وكذلك عدد السفن العابرة لحوالي سبعين سفينة يوميا وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظرا لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناة خضراء بحلول عام 2030 وقد وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل وذلك في إطار مبادرة سيناء البردويل التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11000 طن سنويا على المدى القصير وصولا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط فضلا عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كيلو متر مربع عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في طربة سيناء الأمر الذي يحقق مردودا تنمويا وبيئيا كبيرا في شمال سيناء كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7.8 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر